ازايكم عاملين ايه؟ يا ربي تكونوا بخير نبدأ الفيديو تنسوش لايك واشتراك بالقناة فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فيديو اليوم هيكون في مفاجآت كتيرة وهنعرف فيه سبب بكاية الأميرة فيروز عند دقاية أحلى وحقيقة مها وتقرأ بقيه لعيلة الجمل وأخيرا زهور مكة بنت برنس مصر عنده من هي القوة اليوم بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوه للنهاية لو بتحبوا عينة الجمل يلا بينا نبدأ وهنبدأ بسبب بكاية الأميرة فيروز عند دقاية أحلى في البداية الأميرة فيروز بقت شطرة جدا في التمثيل وابتدلت النسل كويس وده بسبب تشجيع مستر أحمد أبوها والأسطورة محمود الجمل عمها الأميرة فيروز هتبقى يوتيوبر نكحة جدا زي باباها ومامتها ندو أحمد ودلوقتي أنا عرف السبب الحقيقي في بكاية الأميرة فيروز عند دقاية أحلى شوفنا في فيديو عند دقاية أحلى الأميرة فيروز كانت بتبكي والسبب إنها كانت بتمثل دور إن ممتها هتسيبها وتمشي وكانت الممثلة اللي بتقوم بدور الأم هي نادا جلجل ممتها عشان كده فيروز بكت لأنها حست إن نادا هتسيبها في الحقيقة وانهارت من العياط وعيطت عشانها أختها حياة وده زعل نادا جلجل جدا وقالت أعمل إيه هم اللي حطوا لي الدور ده في التمثيل وبعد ما عرفنا سبب بكاء الأميرة فيروز هنعرف دلوقتي مها أو ريناد وصلت الأرابة مع عائلة الجمل مها ظهرت مؤخرا في تحديات مستر أحمد والأميرة فيروز وكانوا بيندولها ريناد وبعدها مثلت في الأفلام وبقت اسمها مها مها اسمها الحقيقة ريناد مها تقرى بإيه لعائلة الجمل مها بتسكن في العمارة لجنب زيلا محمود الجمل في نفس الكمباوند مع عائلة الجمل لكن هي ما تقربش لعائلة الجمل ودلوقتي بعد ما تعرفنا على مها أو ريناد البنت الجديدة في أفلام محمود الجمل هنعرض حقيقة ظهور مكة بنت برنسا مصر في البداية مكة بنت برنسا مصر كانت مختفية مع نادا مامتها لفترة صغيرة وقلنا في فيديو ان نادا مرات برنسا مصر كانت بتزور والدتها ومكة كانت معاها بدليل انها ما كانتش موجودة في ايد ميلاد الأميرة فيروز وما كانتش مع أطفال العيلة واليوم ظهرت مكة بنت برنسا مصر عنده أمنية قوة وكانت جميلة جدا لكن كان ظهورها صدفة لانها كانت بتلعب في جنينة الفيلا قبل التصوير ومسكت في برنسا مصر ولو ركسته هتلاقوا الشوز بتاعها على الأرض جنب الأميرة فيروز بعدها كملوا التصوير ولبسيته في الآخر لكن مكة كان برنسا مصر مش عارف يمثل منها لانها كانت بتقطع لانها لسه صغيرة لكن مكة بنت برنسا مصر كانت وحشينة جدا لانها بتشبه مامتها نادا ونادا كمان وحشتنا جدا ودلوقتي هنعرف السبب الحقيقي لظهور مكة بنت برنسا مصر عنده أمنية قوة مكة شفناها لان نادا رجعت الفيلا وهي موجودة في الفيلا حاليا ومنتظرين نسمع صوتها او نشوفها تاني احنا وكل الفنز وهنا خلص الفيديو بس ما انتهاش وهنشوف دلوقتي سؤال الفنز للفيديو اليوم والسؤال هو قلنا في الفيديو ان مكة كانت لابسة شوز في اي دقيقة ظهرت مكة وهي لابساة شوفوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا تحلوا السؤال وكملوا الفيديو معنا عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفنز الفيديو اللي فات وهنا وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوا نعيش في لايك والاشتراك وتفعيل عشان يوصلوكم كل جديد اشوفكم الفيديو الجاي بحبكم جدا مع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة